مرحبا أعزائي الصغار درس اليوم حرف الضاء وحكايتنا عن صديقنا حافظ الذي اعتاد أن يفيق كل صباح على موائ قطته الجميلة ظاذة لكن اليوم غير بقية الأيام أفاق حافظ على غير عادته فالقطة ظاذة لا أثر لها وبالكاد تسمع لها خربشة وسط جو من الفزع والحيرة مهض حافظ بسرعة وضع مظلة فوق رأسه وخرج يبحث عن قطته ظاذة ظل يناديها إلى أن ظهرت ماسكة بفمها قطيت صغير حلو المنظر حافظت القطة صغيرها في مخبأ نظيف وآمن ثم رجعت مسرعة من حيث أتت انتظرها حافظ فظهرت ثانية تحمل قطيت آخر ففره كثيرا بما رأت عيناه وارتسمت البسمة على تقاسيم وجهه البريء وبدل القطة أصبح لحافظ ثلاث قطة قرر أن يسمي إحداها بظفرة والأخرى بظريفة يمكن أن تجد حرف الضائف ثلاثة مواضع في أول كلمة كأن نقول في وسط الكلمة كأن نقول في آخر الكلمة كأن نقول لفظ، حافظ، يحفظ لفظ، حافظ، يحفظ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر